على نار هادئة تطبخ هذه السيدة السورية عشرات الوجبات من وحي المطبخ السوري تارة ومن المطبخ البرازيلي تارة أخرى تختلف الأطباق والهدف واحد إطعام كبار السن البرازيليين في ظل انتشار وباء كورونا محاطة بزوجها السوري الذي ترك بذلة الميكانيكي مؤقتا ليرتدي ثوب الطباخ تبدل هذه السيدة أقصى جهدها لتوفير أكبر عدد من الوجبات يوميا قمت حتى الآن بتحضير وتسليم 300 وجبة غذاء وسأبدأ بتحضير المزيد منها هذا الأسبوع بالنظر إلى ضرورة التزام الناس في منازلهم بسبب أزمة فيروس كورونا وهو أشبه بالوضع الذي كنت أعيشه في سوريا بسبب القدائف تبادر إلى ذهني حال كبار السن فقد كان من الصعب على الطعن في السن الخروج من المنزل خلال الحرب لشراء حاجته من المواد الغذائية والأدوية وغيرها هذه المقارنة دفعتني للتفكير بكبار السن هنا وفي الحقيقة أرى أنهم بحاجة للعون مبادرة العائلة السورية تأتي في ظل حجر صحي بالبرازيل تزمن مع تسجيل البلاد لحوالي 7000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها أزيد من 240 وفات المبادرة نموذج للقيم الإنسانية التي عززها ظهور هذا الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر